وصلت إلى مطار سيئون الدولي طائرة من نوع إيرباس التي انضمت مؤخرا إلى أسطول طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية بهدف توسيع وزيادة بحطات الطيران لتلبية احتياجات المسافرين خاصة في الخطوط المتوسطة وتتسع الطائرة ذات الحجم المتوسط إلى 180 راكبة وحمولة 10 أطنان وأطلق عليها اسم سيئون وتعد من أكبر الطائرة التابعة لليمنية وبانضمام الطائرة سيئون يصبح أسطول اليمنية مكوى من أربع طائرات وتشارك السعودية في ملكية اليمنية بنسبة 49% كما تقوم بشراء طائرات مستخدمة بهدف خدمة المسافرين من داخل الأراضي اليمنية خصوصا بعد أن باتت الناقل الوحيد خلال فترة الحرب في ظل عزوف باقي شركات الطيران عن المطارات اليمنية مذن مطلع العام 2015 اليوم فرحة كبرى لمنطقة السيئون منطقة الأمن والأمان والاستقرار طبعا أنتم تعرفون أن الشركة الوطنية شركة الخطوط القوية اليمنية هي تعمل الآن في أحنك الظروف والحمد لله في هذا الظروف الحرب الآن وفرت لنا الطائرة الرابعة وأكبر شرف لمنطقة السيئون بأنها سمتها سيئون هذا للشعب العظيم الذي فيها والأخلاق العالية والكرم والضيافة والترتيبات التي نوجدها في المنطقة وفي المحطة وفي المطار مع الركاب ومع المسافرين ومع القيادات اليمنية اشتركوا في القناة